أعلن صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تقريرا حديثا صادرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكاد كشف عن زيادة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديد في الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2023 موضحا أن عدد هذه المشاريع زاد بنسبة 28% مقارنة بعام 2022 وأضاف سموه أن التقرير ذكر أن دولة الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديد حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول حيث أكد تقرير المعنون بنظرة على توجهات الاستثمار 2023 أن الإمارات واصلت الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم وقال سموه ندخل العام الجديد بتفاؤل وثقة وإيجابية ونشكر كل من راهن ويراهن على اقتصاد الإمارات ونقول له إن قادتنا إن قادمنا أجمل بإذن الله